السلام عليكم مرحبا بكم إن شاء الله يارب تكونوا بخير وتكونوا في أفضل حال اليوم بإذن الله حنشارك معكم تريقة تحذير العجينة الموارقة وهذه أكيد دخلة في تحذيرات لشهر رمضان المبارك اللي راح تنقص علينا التعب وجود كبير في رمضان يعني أكيد راح نحضروها قبل رمضان ونحتفظ بها في الثلاجة ولا في المجمد هكذا بش في رمضان يلقوها وجدة وتنقص علينا يعني جود نحضرو بها وننوع بها في المملحات انتعنا اليوم بإذن الله حنشارككم تريقة جد جد سهلة وهذا المقادير راح تخرج لنا 2 كيلو من العجينة الموارقة يعني كمية لبأس بها لنقدروا ننوع بها في المملحات انتعنا إذن بدون إطالة راح نشوف مع وضعنا الوصفة وتريقة التحذير إذن أول حاجة نحضروا العجينة تاعنا اللي هنا عندي كيلو تفارينة عندي 10 غرام تعملح 3 مغارف كبار من الخل ونصف كاس تاع الزيت نبدأ هكذا ندخل الزيت تاعي والخل ندخلهم هكذا جيدا في الفارينة تعنا ونبدأ نبسسها هكذا بالكفة على اليد هكذا بشيدخلها مليح الزيت تاعنا من بعد نجيبه ماء يكون ماء بارد ضروري يكون بارد نبدأ نطم هكذا بشوية حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة وتكون طارية يعني ما تكونش يابسة بزيف وما تكونش طارية هكذا بهذا الشكل نبدأ نعجنها هكذا لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط هكذا فقط ونحطها ترتاح لي لمدة 20 دقيقة نحطها في غيسيبيون نقفل عليها ولا نحطها في حاجة عندها مقفلة تحا نغلق لها ونخليها ترتاح لمدة 20 دقيقة هنا بعد ما ارتحت لي العجينة تاعي نجي نقسمها هكذا إلى جسئين نجيب كوبات ولا نجيب سكين ونقسمها إلى جسئين يكونوا متساويين هكذا بهذا الشكل ونبدأ نقرصهم عادي كما نقرصوا الكسلة تعناها هكذا بهذا الشكل هكذا ونتحصل عليها هكذا شكل قرصة نفس الشي بالنسبة لهذه نحطهم هكذا جانبا ونروحوا نجيبوا زبدة التوريق تعنا لنا كم ملاحظة زبدة التوريق نكونوا خرجناها من قبل من ثلاجة يعني نحطوها في الكوزينة تعناها يعني بش نتحصوا عليها تقريبا بدرجة حرارة الغرفة ما تكونش طرية وما تكون شيئا بسا يعني مش درجة حرارة الغرفة حتكون طرية بساف لان كما قلت لكم ابنات تكون يعني خرجتوها قبل ساعتين ولا هكذا بش تكون ما هيش جامدة بساف وما هيش طرية هنيا نرشو الفارينة كما لاحظتو ضروري انكم ترشو الفارينة ونبدأ نطرح العجينة تعي ونقلبها عادي ننفذ الفارينة تعنا كما راكم تلاحظو ننفذها ونبدأ نطرح عادي هكذا حتى نتحصل على شبه مستطيل هكذا البنات ضروري انكم تنفذو الفارينة نجيبوا زبدة التوريق تعنا ونبدأ شوفوا البنات كما قلت لكم راهي طارية نجيب الزبدة التوريق تعنا ونبدأ نكرفجها الهنا بهذا العرب هكذا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا وراني نضرب من فوق للتحت فقط وهي طابط لي بكل سهولة يعني ما هيشي يبس بسف هكذا البنات بش متخرج لكم شفوق العجينة تعكم تخرج لكم لمورس وذيك تعال الزبدة متكونش الابات تفايتي تعنا متشربة الزبدة تعنا يعني كما ينبغي هكذا البنات نفرش على السطح كامل البنات مديروش كما نشوف خليت شوية الجوانب خرجوا لي شوية الجوانب فارغين من بعد اضطريت اني نقصهم بالموس لان البنات نبدأ نرولي النرولي وعادي كما نرولي بويسكوي رولي هكذا البنات رولي وها هكذا من بعد نبدأ نقصها بشوفوا البنات اللي هنا ينحيط الجوانب عافوا من بعد نبدأ نقصها هكذا البنات هكذا بهذا الشكل بشي تقفل لي البودا تاعي وما تخرج ليش الزبدة تعنا هكذا بهذا الشكل نقصها من بعد نضغط هكذا بالاسبع فقط هكذا من بعد نروليها نروليها هكذا ونخليها جانبا نروح نجيبو القرصة تاعنا الثانية ونفس الشي كما درنا اللولا ندرو الثانية نبدأ هاني رشية الفارينة من بعد نبدأ نطر حكذا بالحلال عادي ننفذ الفارينة كي كل ما نقلب ننفذ حكذا البنات بش مدينيش لابات تاعي جيني يابسة بزاف نجيبو نفس الشي نجيبو الزبدة الثانية الجوزء الثاني تاعنا ليبقى نبدأ نربيه على كامل السطح تاع التالعاجينة تاعنا هكذا بهذا الشكل نوزعه جيدا شوفوا البنات كما تلاحظوا البودان الثاني يكون شوية صغير على الثانية اللي طرحناها يعني اللي طرحناها الثانية حنطرحوها كبيرة شوية على اللولا نفس الشي نرولي كما نرولي بسكويرولي من بعد نبدأ نقرصها هكذا ونقفلها هكذا بالاسبع ولا بلوبو الساعي ونقفل البودان تاعي جيدا لانا نجيب الحلال ونبدأ نطرحها هكذا بهذا الشكل حتى نطرحها مليح وكما راكم تلاحظوا نضيف الفارينة وكل ما نجي نطرح ننفذ الفارينة جيدا ونطرح عادي بالحلال هكذا بهذا الشكل حتى نتحصلوا على مستطيل يكون طويل وهكذا بهذا الطريقة نكون وربحنا تور اللولة على الفارينة شوفوا البنات كل ما نقلب كل ما ننفذ الفارينة ونعدلوا هكذا الجوانب باش نتحصلوا على المستطيل نعدلوها هكذا بالحلال وبالنسبة لهذا المبولات هذو البنات تقدروا فقط تفشوهم هكذا بالشوكة ولا بالكردون يعني عادي هكذا البنات نستمر هكذا نعدلها بالحلال باش نتحصل على المستطيل هكذا باش تكون الفينيسان تعنا مليحة من بعد نحدد المنتصف هكذا برك عيني ميساني ونجيب هذو الأطراف للوسط ونزيد نعاود نطوي طوية ثانية هكذا بهذا الشكل باش نديرو التور الثاني شوفوا البنات الجيهة المحلولة هيدرتها جيه طروحي ونواقفها هكذا نزيد من رش الفارينة عادي كما كنا نديرو ونجيب الحلال ونبدأ نطرحها عادي ونتحصل على مستطيل واحد اخر يعني بنفس الكيفية هكذا البنات ونزيد نطويها المرة الثانية هكذا باش نتحصلوا على التور الثالث هكذا كما قلت لكم نجيبوا الجوانب المنتصف ونزيدو نطويها الطوية هذي من بعد كما قلت لكم الجيهة المفتوحة نجيبها جهة نفسي نرش الفارينة كما درنا في اللول هكذا ونبدأ نطرحها هكذا بالحلال هكذا نفس الشي البنات اللي هنا درناها المرة الثانية باش نتحصلوا على التور الثالث هكذا نفس الشي البنات نرش الفارينة وننفضها جيدا ننفضوها البنات من بعد ان نكمل عادي بالحلال راهي سهلة البنات سيغطوكي راهي يزوب تطارية يعني اجيكم سهلة مجيكم شيبسة بزاف معانا في فصل الشيتاء مش حد جمد لكم ومش حد جيكم الصعيبة هكذا البنات نزيد نعاود نفس الشي كما درنا مقبل نزيد نعاود نطويها شوفوا البنات هذي المرة الثالثة اللي راحي نتحصلوا عليها التور الرابع هكذا البنات نطرح عادي ونحاول اني نعدلها باش نديرو لفينيسانة تعنا هكذا من بعد البنات اللي هنا في الاخير جينا لفينيسان تعنا شوفوا البنات اللي هنا نحاول اني نطويها هكذا جيدا من بعد زيد نطويها طبيعة اخرى من بعد نجيو نقسمو لبات فيتي تعنا شوفوا البنات هني قربت لكم الكاميرا هكذا باش تشوفوا التوريق شوفوا البنات اللي هنا جيت نصف ورح الضو ما عليش البنات المهم هنا كما راني قلت لكم في في اول فيديو راحين تتحصلوا بهذا الطريقة على زوش كيلو كما راكم تلاحظوا يعدنا كيلو تا فارينا مع نصف كيلو تا زبدة التوريق مع الفارينا ذيك اللي رشينا هشوفوا البنات تحصلنا على زوش كيلو شوفوا البنات جيت ولا ارواح هنا تقدروا تحتفظوا بها في الثلاجة التحت في الثلاجة عادي كما تقدروا تحتفظوا بها في المجمد كما راكم تلاحظوا اللي هنا نقسمتها على اربع اجزاء ونحطها عادي في الثلاجة ما تخافوش البنات راي فيها الخل الخل اللي هنا يعتبر كمادة حافظة يعني راح تحكملكم وقت اطول وكما تقدري ثاني تحتفظي بها في المجمد تحطيها في اكياس خاصة بالتجميد وتحتفظي بها في مجمد كما قلت لكم ونهار تحتاج تدري بها المملحة تاعك ولا تدري بها اي وصفة تاعك تجديها قبل بحوالي ست ساعات وتستخدميها عادي ما هيش راحها تفسلكم الى هنا البنات لحقنا نهاية الفيديو وطمنا ان هذا الفيديو نال اعجابكم نتمنى انكم تجربوا هذا الوصفة ودجيكم السهلة باذن الله مقالي غنق لكم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته